اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن الموازنة اقرار الموازنة في العراق هذه الموازنة العام 23 التي اقرها مجلس النواب الحالي حديث عنها تحدثنا عن بعض النقاط فيها اليوم نكمل الحديث عن هذه الموازنة واحدة من التصريحات المبكية يعني احدى محاولات التضليل واحد من مستشار لرئيس الوزراء الحالي شون السياسية ولا ما ارشنه يقول بان الموازنة الثلاثية ستسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وان عنوانها الابرز هو خدمات ومشاريع طبعا هذا الكلام لا علاقة له وبالواقع نهائية من يقرأ الموازنة من يطلع عليها من يسمع الحوارات التي جرت الاخبار التي عنها احاديث النواب هؤلاء الذين يناقشون هذه سيجد يعني القضية تختلف عن هذا قال انه ستكافح الفقر رفع مستوى الخدمات وتستفتح الباب لتطبيق الحزم الاصلاحية كل غير موجود حقيقة واقع الحال الموازنة ستغذي البطالة ستغرق العراق بالديون هذا واقع الحال وهذه كل واقع الموازنة يقول هذا وكل الاقتصادية وكل الناس الذين يفهمونه الموضوع يقولون هذا حجم العجز في الموازنة 64 تريليون دينار الموازنة لكلها 52 مليار دولار هذه ال 64 تريليون تساوي اكثر من 49 مليار دولار يعني العجز ما اقرب من 50 مليار دولار يعني ثلث الموازنة عجز طيب هذا العجز يجب ان يسد مين رح يسدوه كيف يمكن يعني ان يسد هذا العجز او النقص هذا مين يسدوه هذا هذا يعدهم يعني ربما طريقتين سحب الاموال من الموازنة الاستثمارية اللي يتحدثون عنها وهي خاليلها فد بند صغير هنا وعرف شنو كذبة محاولة لان اغلب الموازنة يعني الغالبية العظمى من الموازنة يمكن 80 بالمية منها تشغيلية فالاستثمارية ربما 20 بالمية هم الحديث عنها لكن حديث مخادئ وغير حقيقي لذلك ستسحب اما ستسحب الاموال التي من الموازنة الاستثمارية تلغى كلها تعطيل المشاريع التلموية اللي يتحدثون عنها ويضيفوها حتى يمشون امورهم يدفعوا الرواتب فقط الرواتب تحتاج الى 3-4 الموازنة تأكلها او زيادة الاقتراض الداخلي والخارجي طبعا قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 عام 2019 يقول بانه لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية عن 3 بالمية العجز بالموازنة هذه التخطيطية التي قدمت 45 بالمية وقوانينهم يعني قانون الادارة المالية الاتحادية اللي هم يستندون الله اللي هم يصدروا رقم 6 لسنة 2017 يقول بانه لا يجوز ان يزيد العجز عن 3 بالمية بالموازنة التخطيطية من الناتج المحلي الاجمالي طيب العجز الآن اكثر من 45 بالمية شون وافقتوا عليه وشون مشيتوا وين الازدهار طيب هذا اللي يتحدث عننا يعني المستشار ويقول لكو ازدهار وكو يعني اهتنمية وهناك يعني عنوانها الابرز هو خدمات ومشاريع وين هاي الخدمات المشاريع اذا كان العجز هلقت ويجب ان يسد هذا العجز فيغرقون العراق بالديون هذا واقع الحال اكثر من ثلث الموازنة يذهب رواتي الموظفين الميزانية المخصصة للرواتب زادت بما يعني بما نسبته اكثر من ربما سبعة واثمانية بالمية عما كانت عليه في العام الماضي لان وظائف جديدة اكثر من مليون وظيفة لان دخلوها كل هذه الاحزاب وهذه القوى التي تحكم بالسلطة وعدت جماعتها ولديها جماعات ميليشيات تجب ان توظفهم توطيهم رواتب ما هي الدولة صارت او السلطة صارت او مفهوم الدولة لدى هؤلاء الذين يحكمون العراق على انها يعني وكالة للتعينات وكالة للتوظيف فبالتالي هي تبحث عن زبائن لها هذا الزبائن هؤلاء الميليشيات وغيرهم يعني جمهورهم حاضنتهم فيجب تعيينهم اهلهم وجماعتهم وناسهم المستفيدين من انهم يجب تعيينهم او يسكتون الشارع لان هذا الشارع يظهر اه ضدهم فيحاولون يسكتون وانت ما عندك لا زراعة لا صناعة لا تجارة لا قطع خاص كل شي ما عندك فبالتالي وانتوديهم للدولة عدد الموظفين الان والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية يمكن زاد على ثمان ملايين ربما تسع ملايين واحد تطيهم رواتب هذه الرواتب تأخذ اكثر من خمسة وسبعين بالمية من الموازنة هم الآن فقط واحدة من المفقرات الموازنة ذول يعني وهو الموازنة يعني قبل ما اتحدث عن هذه الفقرة اللي بها ارقام اقول ان الموازنة ترجمة ايديولوجية لفكر صانع القرار في العراق فكر صانع القرار في العراق هي ميليشيات ايران من تصنع القرار في العراق ايران يهمها ان العراق هي القضاعيف هذه القضية موازنة وضعات محاولة لسكات الشعب محاولة لتضيل الشعب اللي يظاهرون بالشارع نجيبهم خلنعينهم بأي وظيفة وممكن وراء سنة نبطلهم نطرتهم وخلاص واذا منخفض سعر النفط برميل النفط يعني اذا انخفض كل الخبراء يقولون اذا منخفض سعر برميل النفط الى 60 دولار اذا صار 60 دولار الحكومة غير قادرة على ان تعطي الرواتب للموظفي ستصرحهم هذا هو وقع الحال التقارير الدولية تقول لدينا 13 مليون واحد تحت خط الفقر هيئة الرعاية الاجتماعية يقول رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية يقول يعني احنا يمكن راح نرعى تسع ملايين واحد يعني يضطي رواتب الرعاية الاجتماعية يضطوهم رواتب الرعاية الاجتماعية هؤلاء الذين لا يستطعون شيء وهذه يعني اللي ملاقي لقمتهم دولة تحت خط الفقر لأن المبالغ صغيرة ولا تكفي شيء في التالي هذا الوضع العراق فقر بطالة خراب دمار كل البناء التحتية مدمرة أنت تحتاج لها ويتحدثون عن استثمار من يأتي إلى بيئة غير مستقرة بريطانيا وامريكا اللي ترعى هذا المشروع المسخ هذا واللي جاءت به تقول لمواطنيها لا تذهبوا للعراق لأن العراق مستقر فكيف يمكن أن تأتي هذه المشاريع والمشاريع إذا جدت تعرض لابتزاز ورشا ومصائب من الميشيات التي تسيطر على كل شيء سيطرت على الأرض وسيطرت على المباني وسيطرت على المؤسسات وسيطرت على البشر وقتلت وسرقته فكالثة كبيرة الموازنة هي لعبة من ألعاب تدمير العراق أيضا واستمرار خراب العراق واستمرار تدهور اقتصاد العراق وتدهور كل سياسة العامة وبقاء ضعيف هذا واقع الحال وهذا شكل الموازنة مهما جرى الحديث عن بنود ومعرف شنو البعض يقول هاي ازدهار وخدمات ورعا نسوي معرف شنو كذبة كبيرة هذه كلها تحتاج إلى الأموال والأموال مثلما واضح تم تقسيمها بينهم واتفاقات مسبقة وتقاسم الحصص في بمينهم مثلما يتقاسمون المناصب بينهم هذا واقع الحال ما الأسف الشديد يعني بلدنا العراق في محنة كبيرة ويعاني من كارثة وشعبنا يواجه كارثة كبيرة الحقيقة ليس لنا سوى الله وقدرة الشعب على أن يغير كل هذا وقت هذه الحلقة قد انتهى عزيز المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة